أبو موسى الأشعر رضي الله عنه يقول ولد لي ولد فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ثم سماه إبراهيم والسيدة أسماء رضي الله عنها تقول أنها عندما ولد لها ولد وهو عبد الله عبد الله بن الزبير أتت به للنبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ما معنى حنكه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تمرة ويمضغها ويضع لعاب عليها ثم يضع هذه التمرة في فم ذلك المولود في سقف الفم أو على اللثة فوق الأسنان مكان خروج الأسنان ويحرك بإصبعه عليه الصلاة والسلام في فم ذلك المولود هذا نحن نسميه التحنيك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة بعد ما حنكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما يتبعون من حب ولذلك جرت هذه السنة التحنيك في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يولد لهم ولد يحنكون ولو اليوم سألنا أي صحابي هل كنت تعرف لماذا أنت تحنك لا كان الجواب لا والله لا أعرف السبب ولا أعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم التمرة وكان يمضغها ويهرسها مثل ما نقول نحن في لغتنا اليوم ويضع مع لعاب أو يضعها في فم ذلك المولود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون لماذا واليوم العلم الحديث أثبت أن لهذا التصرف وهذا السلوك فيه فائدة عظيمة لهذا المولود أن كل مولود بحاجة إلى نسبة كبيرة من السكر وهذا ما فعله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هدية في التحنيك ولهذا نحن نتبع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء به حتى نأخذ الثواب ونأخذ الأجر وهذا بعد ديني وكذلك نتبع لأننا نحبه وهذا بعد عاطفي ولكن أن نتبع ونحن نعرف أن في هديه العلم وفي هديه المسائل العلمية فهذا بحث جديد نتناوله من خلال هذه الحلقة ما هو وجه الإعجاز الاجتماعي والعلمي في سنة التحنيك أروي لنا كتب السيرة بأن عددا من النساء اللائي حملنا ووضعنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا في حمل المولود إلى هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يمضغ تمرة ويطحنها طحنا جيدا في فمه الشريف ويحنك بها المولود يعني يدهم بها حلق سقفه أو حنكه فعجب الناس لماذا هذه السنة وبدأ المسلمون يتبعونها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت قد نسيت في هذه الأيام ولكن دراسة هذه العملية أثبتت أن المولود يحتاج إلى كمية من السكر والسكر الموجود في التمر من النوع البسيط الذي إذا حل في الماء فينتقل إلى الدم مباشرة ويعوض النقص في هذا السكر الكثير من الموليد خاصة الموليد الذين يولدون مبتسرين يعني قبل المدة الكاملة تسعة أشهر يكون يعانون معاناة شديدة في نقص السكر وهذا النقص قد يؤدي إلى تشوهات خلقية يؤدي إلى ضرر بالمخ يؤدي إلى ضرر بالجهاز العصبي يؤدي إلى كثير من الأمراض التي لا يتحملها الرضيع في هذه أو المولود في هذه السن المبكرة لذلك سن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تطحن تمرة طحنا جيدا وتبل فينحل السكر التي فيها إلى الجلوكوز الذي يمتصه حلق المولود فيرفع نسبة السكر في الدم ومعروف علميا الآن أن انخفاض نسبة السكر في الدم في الساعات الأولى من وضع المولود قد تضره ضررا بلغا ولذلك معروف طبعا أن الأطفال المبتسرين الذين يوضعون في الحضانات حتى يصلوا إلى السن المطلولة يزودون بالبلوكوز حتى يعوضوا هذا النقص الكبير في دمهم من ناحية السكر فسنة عجيبة من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في زمن لم يكن معروفا على الإطلاق أن نقص السكر في الدم قد يصيب الوليد بشيء من الأضرار ولم تكن عادة متبعة في الجاهلية قبل بعثته الشريفة هو سنة سنها صلى الله عليه وسلم والعلم التجريبي يؤكد الآن على ضرورتها بالنسبة للمولودين الجذد خاصة إذا كان المولود مبتسرا يعني أقل من 2.5 كيلو وزنه يحتاج هذا إلى كمية كبيرة من السكر السكر البسيط الأحادي الذي يمكن للدم أن يمتصه بطريقة مباشرة رسولنا الكريم عندما بعث وعلمنا هذا الهدي الجميل ومنه التحنيك تحنيك المولود هذه الأحكام هي ليست عبث وإنما فيها حكم كثيرة واليوم العلم الحديث يثبت لنا لماذا التحنيك وما زالت الأبحاث إلى الآن كل يوم تكتشف الجديد ولذلك رسولنا الكريم حريء أن يقدر وأن يحترم ربنا تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي ونسلم عليه بسبب هذا الهدي هذا النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ولذلك كان كل علماءنا كانوا يقدرون ويحترمون حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يروي الإمام مالك يقول جاء رجل لسعيد بن المسيّم وجاء ليسأله عن حديث وكان الإمام سعيد كان مضطجع يعني جالس جلسة مسترخي وهو مرتاح فلما علم أن هذا الداخل يريد أن يسأله عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم استعدل وجلس جلسة طيبة فقال الرجل والله لو علمت يا إمام أنك يعني تعدل جلستك لما سألتك يعني وهو ما أحب أن يضايقه قال لا ما ينبغي أن أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مضطجع شوفوا كيف كان احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو شامل للإنسان من أول ما ينولد هذا الإنسان وهذا الطفل يعني من الأذان في أذن المولود ومن التحنيك في فم المولود إلى وفاة الإنسان ولهذا سلمان الفارسي قالها قالها مدوية ما ترك لكم محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء إلا أعلمكم إياه يعني لا شاردة ولا واردة بل حتى كيف يقضي الرجل حاجته في الخلاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف الواحد حتى يتعامل عزكم الله مع الحمام يقول دعاء الدخول وكيف أنه لا يستقبل القبلة وكيف يتطهر بعد ما ينتهي من قضاء حاجته يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا السياسة ونظام الحكم كما علمنا الاقتصاد وكيفية الاستثمار والتجارة كما علمنا حماية البيئة والحفاظ عليها كما علمنا القضية الاجتماعية والتربوية والسلوكية علمنا حتى الأمور الصغيرة ومنها تحنيك الطفل لا شك أن لذلك سبب ولهذا التحنيك في التمر والتمر فيه نسبة سكر عالية فما هو الارتباط وما هو السر ما بين التمر والسكر من الملاحظة الآن في المدينة الطبية أن نسبة الدم في بعض الموليد تكون تتراوح ما بين 20 ميلي جرام إلى 30 ميلي جرام في كل 100 ميلي لتر من الدم وهذه نسبة متذنية للغاية المفروض أنها تزيد عن 100 ميلي جرام فلذلك إذا لم يصعف الوليد بكمية من السكر الأحادي البسيط المطحون المبلل حتى يستطيع أن يصل إلى الدم بطريقة مباشرة قد يصاب بالعديد من الأمراض التي منها رفض الرضاعة منها ارتخاء العضلات منها توقف مؤقت وفي عملية التنفس وقد يتكرر هذا مع المولود اختلاجات ونوبات من التشنج تأخر في النمو بصفة عامة قد يؤدي ذلك إلى تخلف عقلي وهذا طبعا من الأمراض والتشوهات التي يعاني منها كثير من الموليد في أيامنا هذه إصابت بعض الحواس بالضعف السمع قد يصاب بالصمم أو قد يصاب بالعمى نتيجة لنقص سكر في الدم قد يصاب نوبات من الصرع المتكررة قد يصاب إذا لم يتم تدارك هذا الأمر بالوقاية المباشرة يموت الجنين لمجرد انخفاض نفس السكر في الدم فهذه السنة التي سنها المصنفة صلى الله عليه وسلم مما يؤكد لكل ذي بصير بأنه ما كان يفعل ذلك من عنده ولا من تفكيره ولم يكن تهدي عادة سائدة في المجتمعات من قبله وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه حتى يتبعه المسلمون من بعده سواء فهموا الحكمة من ذلك أو لم يفهموها كما أن التحنيك يرفع من نسبة السكر ويجعل هذا الطفل صحته صحة متوازنة ويكون قوي البنيان كذلك التحنيك فيه حكم أخرى أنا أعرف دكتورة وهذه الدكتورة صار لها أكثر من عشرين سنة تعمل أبحاث على قضية التحنيك وهذه الدكتورة موجودة في جدة في السعودية ماذا تقول؟ في لقاء بيني وبينها حصل ودار الحوار حول قضية التحنيك وأنا أعد لي هذه الحلقة قالت إن من عشرين سنة وأنا لاحظت ملاحظة وما زلت أتابعها فقلت لها ما هي؟ قالت طريقة التحنيك يعني الأصبع الإبهام عندما يوضع في فم المولود وفي أعلى الحلق يعني في السقف فيكون هناك نوع من الضغط ونتخيل هذا الضغط في أول ساعات من ولادته مع وجود هذا التمر المذاب تقول هذا الضغط على سقف الحلق تقول اكتشفت أنه يؤثر في نطق الطفل فكل الأطفال الذين حنكتهم أنا هي تقول عن تجربتها وعن دراستها وأبحاثها كل الأطفال الذين حنكتهم كنت أراقبهم عندما يكبرون وأراقب كلامهم وأراقب نطق ومخارج الحروف من ثمهم تقول فإني رأيت عجبا ما هو العجب؟ أن مخارج الحروف تأتي سليمة ونطق الحروف مئة بالمئة سليمة فتقول وهذه فائدة إضافية من فائدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحنيك غير الفوائد العلمية المعروفة في قضية السكر والجلوكوز والتوازن وعلاج كثير من الأمراض وخاصة الأطفال الصغار فإني أضيف فائدة وهي أن التحنيك يساهم في النطق السليم للمولود الجديد إحدى الحكم التي عرفت في أواخر القرن العشرين من سنة تحنيك الوليد أن التمر يحتوي على السكر الأحادي سكر الجلوكوز وأن هذا ينحل بالماء وبالطحن الجيد لذلك مضغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا لا نحتاج أن نحن إلى المضغ الآن ممكن طحنه يعني وتبليله حتى لا تنتقل الأمراض من فضل إلى آخر أما ريق المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ريقا مباركا هذه السنة لم تعرف إلا في القرن العشرين وممارستها بوسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن البعيد مما يؤكد على أنه كان منصولا من وحي ومعلما من قبل خالق سواة الأرض وطبعا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فيها حكم علمية وحقائق علمية لم تدرك إلا مؤخرا ليس ذلك مقصورا فقط على موضوع التحنيك بل أيضا في أمور الكون وخلق السموات والأرض والإمساك بأطرافها والمخاطر الموجودة على الأرض فلهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم حديث جميل يقول فيه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وعجب الناس لهذه الإشارة النبوية الشريفة التي لم تكتشف إلا في أواخر القرن العشرين أواخر الستينيات السبعينيات من القرن العشرين حينما وصلوا العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات فلاحظوا أن كل محيطات الأرض وعداد من بحارها قائمة على خصوف أرضية عميقة تخترق الغلاف الصخري الأرض بالكامل فتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرض تندفع منه الصهارة الصخرية في درجات حرارة تتعدى الألف درجة ماوية فتؤدي إلى تسجير قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها ومن عجائب الخلق أن كل ماء المحيطات متوسط عمقها أربع كيلومترات قد يزيد إلى أكثر من حداشر كيلومتر هذا الماء على كثرته لا يصطيع أن يطفي جذوة هذه النيران بالكامل ولا هذه النيران على شدتها تصطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يرقب البحر في حياة الشريفة مرة واحدة فضلا عن الغوص إلى أعمقه فمن علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى إذن الإعجاز ليس فقط في القضية الاجتماعية بل حتى في القضايا العلمية كما أن هناك إعجاز اجتماعي في التحنيك هناك إعجاز علمي في الكون وفي الفلك وفي البحار وفي النجوم هناك إعجاز اجتماعي وهناك إعجاز تربوي وهناك إعجاز تاريخي وهناك إعجاز بيئي وهناك إعجاز علمي في القرآن وفي السنة ولكن كل هذا يلخص أن مقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مقام عالي وخاصة في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين نحن عندما أسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال رسوم الكريكاتير الغرب كله استغرب لماذا المجتمعات الإسلامية قامت على رجلها ولم تقف ولم تجلس لماذا؟ هم لا يعلمون أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة عندنا ومقام مقام عالي عندنا يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به قبل أن أكتبه طيب كم كتب؟ كتب أربعين ألف حديث تخيلوا معي شوفوا حب علمائنا وحب مجتمعاتنا وحب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري يقول لم أكتب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أصلي ركعتين إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو في حياتنا في تقديرنا أما الغرب فليس لديهم مقدس أنا مرة دخلت في حوار مع واحد داني ماركي أقول لأنتم اللي سويتوه هذا عبارة عن تدمير للقيم وتدمير للمقدسات اللي عندنا شاني يقول لي هذا الداني ماركي لكن إحنا ما عندنا مقدس وإحنا كنا مستغربين كيف أنت يا مسلمين تقومون بهذه القيامة التي أحدثتوها على رجل هو توفي من 1400 سنة هكذا هو يفكر على اعتبار لا يوجد مقدس أصلا في حياته ما عنده شيء مقدس بالمرة ما عنده شيء مقدس وبالتالي هو مستغرب أما نحن في محمد صلى الله عليه وسلم إن كان هناك إعجاز اجتماعي في التحنيك تحنيك المولود فكيف في كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو تناظلناها بالبحث العلمي لو وجدنا أن فيها إعجاز عظيم جدا في كل جوانب الإعجاز إذن محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا وحريم بنا أن ننشر هذه الأبحاث حتى نبين للغرب أو لغيرهم أن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة أتى بهذه النصوص التي تثبتها أبحاثكم ويثبتها علماءكم في هذه الساعة وهذه الأيام ليس التحنيك هو السنة الوحيدة التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوليد الجديد ولكنه سن أيضا الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى حتى تكون أول ما يصل إلى ذاكرة هذا الوليد توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتنزيهه فوق جميع الصفة خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله وطبعا معروف علميا أن حاسد السمع هي أول الحواس تكون في الجنين يعني الجنين يسمع وهو بطن أمه ولا يرى ولكنه يسمع وهو بطن أمه ولذلك من معجزات القرآن الكريم أن باستمرار نجد السمع يسبق الإبصار أجعل لكم السمع والأبصار فالحقيقة هذا من معجزات القرآن الكريم ومن معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأول حاسة يمارسها الوليد الجديد هي السمع قد لا يرى إلا بعد عدة أيام بل بعد عدة أسابيع ولكنه يسمع فإذا حركت اليد أمام عيني الوليد لا تطرف عيناه لأنه لا يرى ولكن أي صوت بجواره قد يفزعه وقد يحركه فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من وسائل المباركة لهذا الوليد أن يؤذن في إذنه اليمنى وأن يتقام الصلاة في إذنه اليسرى حتى يكون أول ما يسمع تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتركيز قضية الإيمان بهذا الخالق العظيم فيكون في ذلك طبع في ذاكرة هذا الوليد لقيمة من قيم الإيمان العلية التي جاء المصفى صلى الله عليه وسلم ليؤكدها بعد أن كانت البشرية قد فقدت الصلاة بالأديان وفقدت الصلاة بسماء فقدانا كاملا أول ما يأتي المولود يحنك وأول ما يأتي المولود يؤذن في أذنه فنتخيل مع بعض أن أول كلمة يسمعها الطفل الله الله أكبر وأول ما يوضع في فمه التمر فإذن نحن نتعامل مع هذا الطفل من خلال هذا المنهج وهو منهج الفطرة فنحن نؤذن في أذنه ونقيم ولذلك أحد الشعراء ماذا قال قال أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الوفاة يعني أحنا نأذن في أذنه ونقيم الصلاة كيف في أذن من غير صلاة فقال أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة معناته أنه كنا نأذن في أذنه اليمنى الطفل أول ما يأتي طيب متى نقيم الصلاة قال نصلي عليه إذا مات طيب هذا المعيار معيار ماذا؟ قصر الحياة وقصر الدنيا وهذا دليل على أن الإنسان يبدأ حياته بالأذان وتختم حياته بالصلاة إذن هو مع الله عز وجل وهذا هو الأساس ولهذا نقول مرة أخرى ونكرر الإعجاز الاجتماعي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأذان ومن خلال تحنيك المولود